بسم الله الرحمن الرحيم هنستكمل موضوع depreciation اللي هو الاهلاك وكيفية حسابه والطرق المختلفة اللي حسابه طريقة decline balance method طريقة سهلة وبسيطة لكن في بعض العيوب الخاصة بيها اول خطوة ان انا اتجاهل ال salvage value اللي عندي و اقسم القيمة المعدة على العمر بتاعي و اجيب النسبة بتاعة ال straight line اللي عندي اممكن اجيب النسبة ديت لو كانت المعدة خمس سنين يبقى واحد على خمسة يطلع عشرين في المية من الكلام ده عندي او انسب القيمة ديت للمبلغ الاصلي وبعدين ابدأ اقول والله العشرين في المية ديت اعمل لها duplication اضربها بقى تاربعين في المية for the first year the cost of the assets يبقى معنا كده ال عندي depreciation rate اللي عندي هيساوي قيمة المعدة في السنة قيمة المعدة في السنة الاولى اللي هو البوك في 40% يبقى الاهلاك بتاعي هيجي بازي الطريق يبقى الـ 24000 الـ 40% بتوع الـ 24000 9600 9600 دول يمثلوا قصة الاهلاك بتاع السنة الاولى اذا قيمة المعدة هتساوي 24000 شيل منها 9600 ما تم اهلاكه في السنة الاولى يطلع البوك فاليو بتاعي المعدة في السنة الاولى بهذا الشاك ثم نفس الحكاية بكررها يطلع البوك فاليو بتاعي بعد ما اقصم اقصم القصة الجديد اللي عندي وده بجيب الكاميولاتي في التراكمي واقرر هذا الموضوع لحد ما اصل الى السنة الخمسة بس لاحظوا حاجة هذا الرقم 1688 لا يتطابق مع الالفين اللي هو الصلفج باليو المعطى في المسألة هيا دي المشكلة اللي حاوزين نفكر فيه يبقى القصة اللي عندي ضربته في الدبل ستريت لاين اللي عندي واجيب الانوال ديبريشيشن والتراكمي اللي عندي بهذا الشكل المسألة اللي عندي المشكلة اللي فيها لم يتطابق الريزيد والفاليو في نهاية العمر مع الرقم الالفين لكن طلع رقم اخر مختلف 1866 طيب ده الرقم والرقم اللي عندي مفروض هو الفين يبقى فيه فرق 3100 1110 علشان انا وصله الالفين اللي هو خلي بالك 31110 اللي هو القصة او قيمة المعدة البوك فاليو في السنة الرابعة ازاي انا خليها تصل الى الفين ما تصلش الى 1866 ده التعديل اللي عندي يبقى 31110 اعتبرها هي الاند طبعا في السنة اللي عندي واحط الرقم مش مضروب في 40% اجيب قصة الاهلاك بناء على السالفج فاليو كأن البوك فاليو بتاعت السنة بداية السنة ناقص السالفج فاليو هيدي قصة الاهلاك يبقى بطريقة عاصية اقدر اجيب القصة الاهلاك اللي يخلي السالفج فاليو اللي عندي متطابقة مع المسألة اللي هي الالفين اللي عندي فهمتوا الحتة دي مقارنة ما بين الستريتلاين ميسود والديكلاين بالانس ميسود طبعا دي قصة سابت ودي قصة بيتناقص من سنة الى سنة لكن التعديلة الاخيرة بقى علشان اصل بالقصة لحد ما يصل الى السالفج فاليو اللي عندي ممكن احسب الانوال ديبريشيشن والبوك فاليو بالطريقة دي اجيب النسب بتاعتي وقدر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله